ايه دول الشعبية برضو يا عيمن من وجهة منظورة؟ لا طبعا احنا شوفنا كمان في الدول العربية نادي الاهلي وقتها بيلعب اي مباراة اتذكر مثلا كنت موجود في ماتش الاهلي وروما ماتش ودي في الامارات بيحضروا الاستاد في ملعب هزا بن زايد بنتكلم في 25 الف مشجع للنادي الاهلي منهم الناس بتسافر من مصر هم حضرنا انا وكريم تغطية برضو قبل كده ماتش السوبر اهلي وزمالك وشوفنا قد ايه التذاكر النادي الاهلي لما بتخلص اكتر من يعني قبل اي تذاكر تانية وكمان جمهور النادي الاهلي بياخد حصص من الاجزاء تانية من الملعب فالنهار ده بتكلف الامارات السعودية عضوات كبيرة عضوات كبيرة اه 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 يعني جمهور النادي الاهلي في كل مكان فعلا هم موجود اه فكرة كمان لازم نفصل يعني انا هكمل هستكمل كلام كريم في ايه ان الناس برضو لازم تفصل رب تتكلم يا كابتن اسلام الرعاية والبس دي حاجة ودي حاجة لا ليه بقى مهمة دلوقتي دخلنا الفيلم ايه يقول لك اصل في الدنيا كلها في انجلترا البس التليفزيوني ممكن تلاقي فرقة مش عارف في المركز الكام هي بتاخد اعلى من مش عارف النادي اللي في المركز الكام لا هناك في انجلترا هم بيوضع حزمة البس دي لها معايير فيما يخص البس لكن النهاردة كل نادي عنده الرعاة بتوعه اللي بيتفعوله مفيش نادي بيتساوى مع نادي تاني في الرعاية عشان خطر هو استنادي كان في المركز اللي لمعرفش كام او لا نسبة البس اللي بتتدفع اه لان النهاردة عدد متشاط معينة بتتزاع مثلا تليفزيونيا الجمهور ده مبارياته بتتزاع ازاي عدد الجمهور اللي بيحضر له في الملاعب يعني ليه امور مختلفة فالنهاردة احنا بدنا نتكلم عن الرعاية فقط ده باند منفصل فالنهاردة الرعاية دي هي الشركات هي اللي بتروح تطلب انها تحط اللوجو بتاعها على تيشيرت النادي الاهلي فالنهاردة انت شركة شركة رعاية النادي الاهلي حالية صلاة مصر هي اللي دخلت المناقصة او المزايدة عشان خاطر ترعى النادي الاهلي مش هي شركة موجودة ودفع مثلا للاندية كلها بالزبق يعني قصدي من خلال الشركة المتحدة للتسويق الرياضي فالنهاردة ده كل نادي هو يقدر النهاردة فيه اندية في الدوري بتسويق لوحدها هو النهاردة عنده شركة بتروح تختاره ممكن بعد شهرين تاتة شركة تانية تروح تحط عندها علامة ده ده طبيعي الرعاية ده جزء منفصل عن البس نفيش حاجة اسمها معركة رعاية ومعركة بس ومن الأفضل حاجة اصلا كمان للأمانة ودي انا يعني اشكر فيها يعني لوحد برضو كان في بدايته اللي هي بنتحدث في بداية الشغل الشغلانة دي كابتن حسن حمدي في البداية خالص لما حصلت الخناءة على موضوع البس أول ما ابتدأ يتباع رعا كابتن حسن حمدي عمل حاجة جميلة جدا طب يا جماعة طالما الموضوع ما فيش لي معايير كل واحد يبيع مع نفسه فالنهاردة كل واحد بيبيع مع نفسه خلاص النادي الأهلي ده بيقدر بهذا المبلغ انت كنادي ممكن تعمل ايه؟ اعرف ان اللي هتفكرتني بكلام كابتن حسن صحيح لانه اللي احنا بنشوفه الايام دي اندلف يدل على شيء واحد فقط كذب مقولة ان الاهرام كان يقول لك عشان الكابتن حسن حمدي هو رئيس وكالة الاهرام في ذلك الوقت يعني وهو رئيس النادي الأهلي او نائب رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت وبالتالي بيدي له اعلى العاية وهذا سبحان الله الايام تقعد تلف تلف اللي بعد الاهرام كان صلة وبعد يجب تجيب لكابتن حسن حقه وهو قاعد في بيديه لا وكمان افتكر يعني كابتن الزميل اعلامي كابتن حمد شبانة في رده على احد اللاعبين السابقين وبيتكلم عن عبدوار الرعاية هو نفسه بيقول لك انا كنت شغال في الاهرام فبيشرح له بيقول له لما احنا تسألنا عن الموضوع ده اكتشفنا ان مؤسسة الاهرام اصلا من اعلان واحد جابته غطت الفلوس اللي هي حطها كرعاية للنادي الأهلي فكمان النادي الأهلي يعني قيمته انتبقى اعلى النهاردة في شركة بتياخد وهي بتكسب من وراه والنادي الأهلي بيكسب والناس كلها بتكسب فنرده ده الاستقرار بالضبط